اشتركوا في القناة على دول اوروبا او شرق اسيا بتعتبر مصر والدول العربية في معاناة من نقص المساحات الخضرة وعدد الاشجار والمسطحات الخضرة المتوفرة اليلا جدا ده اذا ما كانتش نادرة ومن هنا بكل الزراعة المنزلية دور ولو بسيط في زيادة المساحات الخضرة وبالتالي بتعود علينا بالنفع وعلى صحتنا وصحة اولادنا موضوعنا النهاردة دليل للمبتدئين عن اهمية وفوائد الزراعة المنزلية هوم فارمينج الاهمية في الزراعة المختصة بالزراعة على الاسطح وفي البلوكونات وانحدد موضوعنا في ثلاث عنوين مهمة رئيسية وهي اهمية وفوائد الزراعة المنزلية اساسيات الزراعة المنزلية افكار للزراعة المنزلية اهلا بكم حضراتكم في قناة زراعة سهلة ولو كنت حضرتك اول مرة تشرفنا بالمرور على قناتنا يريد تدعمنا بالاشتراك في القناة ولو عجبك الفيديو شرفنا باعجاب ومشاركة اول شيء لازم نعرف ايه هي اهمية وفوائد الزراعة المنزلية بتساهم الزراعة المنزلية في زيادة الثقة في النفس واعتماد الشخص على عمل ايده وتعزيز قدراته ومهاراته المختلفة وزيادة كبراته ومعارفه بالزراعة المنزلية اللي بيحبه الزراعة المنزلية بتسهم بفعالية كبيرة في زيادة الطاقة الايجابية في المنزل تأثير النباتات الخضرة اللي هي كائنات حية بيساهم في اضافة حالة من الحيوية اللي بتشرح الصدر وبتصر النفوس وبنشارك الاطفال في حب الزراعة المنزلية زي ما رؤى بيشاركني في رش النباتات في البلكون الزراعة المنزلية لها دعور ولو بسيط في الحفاظ على البيئة والنظام الحيوي اللي بنعيش جواه في مواجهة آلاف من عوامل التلوث وما تستصغرش حجم مساهمتك في الحفاظ على البيئة بإنك تزرع زرعة في قصيص لإن الجبال بتتكون من الحصر ممارسة الزراعة والتعامل بشكل مستمر مع التربة الزراعية بيساهم في رفع مناعتك الشخصية بيقلل عندك التوتر والقلق من حياتك وجرب قعد نصف ساعة مع نباتاتك وممارسة وقت الزراعة كل يوم دي بتجنيك عن زيارة الطبيب نفسي كمان التعامل مع التربة الحيوية بيعزز من عمل جهاز المناع عندك وبيبقى عندك الجهاز أكتر فاعلية في منح الأمراض الزراعة المنزلية بتعمل على تنقيية الهواء وزيادة الرطوبة في الجو الجاف حمية الأسطح المختلفة من التأثير المباشر للشمس تقليل الكربون من الجو وإمدادنا بهواء نقي مشبع بالأكسجين بعد معلجته من الجسيمات الصناعية الضر اللي بتدخل والنبات بينقيها كفلتر كمان الطعام الطبيعي الخالي من الملوسات واللي تزرع بشكل عضوي هو مكسب كبير وهيشعرك ان انت بتتعرف على الصمار من جديد بتشوف طعم تاني وانا عنصحك انك تحاول مرة بعد مرة تزرع وجود النباتات حواليك ضرورة مش رفاهية ازرع وازرع لحد ما وفقك الله سبحانه وتعالى لإدك جزء من طعامك بإيدك لو عندك مساحة ومكان مناسب لكده اذا كان دي اهميت وفايدة الزراع ايه الاساسيات اللي تخلينا نعمل زراعة منزلية يعني ايه المفروض يكون متوفر عندي او عند اي حد عايز يزرع في المنزل اول حاجة حاجة نسميها التعلم يعني ايه التعلم من حص حظنا لأيام دي وجود النت اللي خلى المعلومات متاحة مجانا لكل كمان امكانية التواصل المباشر واللحزة بين الكل ومن اي مكان في العالم معظم اللي مرسوا الزراعة في المنزل استمدوا كتير من معلوماتهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي الوحدة وممكن من غير الحصول على اي شهادات او ممارسة لاي دراسة متخصصة بيكون خبير في الزراعة التعلم وعندنا الفهم الفهم ضروري بعد التعلم هو عامل مهم جدا لان المعلومات لوحدها مش كفاية ومش هتجاوب لك على كل الاسئلة وده اللي بنسميه حافظ مش فاهم والصح لازم نفهم ولازم هضم المعلومات وتطبيقها بشكل عمل بنفسنا ومع مرور الوقت بتبدأ في الفهم واكتساب الكبرة فهم نباتاتك وطبيعة نموها مع الظروف الموجودة عندك من طقس وحرارة وطبيعة التربة كل ده يساعدك على الفهم بشكل صحيح عشان تقدر ترعى نباتاتك وتحصل منها على اقصى فايدة الصبر اذا كان الصبر مفتاح للصيد والصيد بيعلم الصبر فبرضه الصبر على النبات بيعلم الصبر على النبات ضروري لان المياه والعاية النبات وامداده بالسماد كل ده بيساعده على النمو بشكل جيد لكن بيحتاج الوقت عشان يحصل فمثلا نواة النخل الصغيرة زي دي بتحتاج لسنين عشان تبقى نخلة مسمرة من ناحية تانية الخضروات الورائية زي الجرجير او الخاص بيحتاجوا لحوالي شهر وتاكل منه كمان فول فلفل كل دول بيناسبهم وقت أجل من كده الصبر ثم الصبر ثم الصبر وافتكر دايما ان الأشياء الجيدة تستحق الانتظار العامل الرابع والأخير في الأساسيات اللي موجودة تتوفر في الزراع المنزلية إنها الأولواء تكون عند اللي بيزرعها إن اهتمام وحب الموصود بالاهتمام والحب بالنباتات اللي انت اخترتها نباتات اخترتها وانت اللي اخترتها وحبيتها عشان تتعايش معاه وتذكر دايما إنها كائن حي بيحس باللي انت بتعملهله علشان كده عايز حبك وهيبدلك نفس الحب بعد ما حضرتك عرفت مبادئ واساسيات الزراع المنزلية هنتشارك مع بعض أفكار تفيدنا في إزاي نبدأ نزرع في المنزل والفكرة الأساسية إيه اللي هنبدأ بزرعته إيه اللي هنبدأ نزرعه أول حاجة زراعة نباتات الزينة هي من أهم المداخل اللي ممكن يبدأ بيها المبتدئ في عملية الزراع المنزلية بشكل عام كتير مننا هبدأ حبه للزراعة من خلال أصيص نبات نبات ممكن رحان أو نعناع جالوا بالصدفة أو خدوا من صديق أو جابوا زرعه أو من شكل وردة أو زهرة من الزهور الشافة وبعد ده كله بكل سهولة بنضيف عدد من الأصص أو أوعية لنباتات الزينة في البلكونة أو الشباق أو السطر الخاص بينا ومنتحول بعدها الأعضاء في عالم الزراع المنزلية اللي بتكون بالانضمام لها بتكون انت عضو وقيمة في حياتنا مع الوقت والتعلم والفهم والصبر والاهتمام والحب اللي هي الأساسيات اللي قلناها بقت الأساسيات عندك وهتبدأ بإكسار نباتاتك وتدويرها في أصص أكبر وتكبر وتدعمل عاملية التدوير وتواجه الإصابات اللي بتصيب النباتات وبتتعامل معاها ومع الوقت هتكتسب الكبرة وتبقى خبير زراعة منزلية تاني نوع ممكن نزراعه غير نباتات الزينة الصبار والعصريات هو جانب مهم ومميز وسط المملكة النباتية وبعضه الهواه دخله مجال الزراعة من الباب ده بالزاد من شكل صبار عجبه في مول ومعرفش عنه أي حاجة لكن عجبه شكله أخده وبدأت الرحل ومنه مر لنباتات تانية من خضروات وفكهة ونباتات الزينة المختلفة البعض ثابت على اللي بدأ بيه عليه لأن من بيت النباتات بصفة عامة بتكون الصبار والعصريات مناسبة عادة للأشخاص اللي ما عندهمش وقت كبير لرعاية النباتات أو اللي بيجيبوا عن منازلهم لصفر بشكل دول ودول بيشبعوا هويتهم وحبهم للنباتات من خلال الباب ده اللي هو باب الصبار والعصريات ده لأن الصبارات والعصريات نباتات متحملة وبتصبر على الجفاف الجو وعلى الجو الحار أكتر من جره تالت نوع وآخر نوع المحاصير والخضروات والفكهة وده مجال تاني تقدر تمرسه على مستوى صغير زي ما أنا بأزارع في القصص عندي فلفل عندي طماطم عندي فول فراولة منجا أي بزول بتدخل عندي في البيت بحاول إنا نزرع فور وفي فيديوهات خاصة بزراعة كل نوع واللينكات هتكون موجودة تحت في صندوق الوصف مع الوقت والتعلم واكتساب الخبرة المناسبة ومع وجود المساحة المناسبة ولو فيه وجود حديقة في منزل ممكن تدخل في إنتاج الخضروات أو المحاصيل المختلفة بأي كمية ومن أي صنف وده مكسب رائع لصحبه مكسب أنه يأكل من جرس إيده نبات من جير كيمويات ومزرع بشكل طبيعي وده بيعتبر من وجه نظري أعلى المستويات في الزراعة المنزلية ممكن ما تنجحش في عمل اكتفاء ذاتي من كل صنف لكن حاول تنتج أكتر ما تقدر عليه في ضوء الإمكانيات المتاحة عندك كده بيكون عندنا ثلاث مجالات أساسية بتناسب معظم اللي هيمرسوا هوية الزراعة في مساحة محدودة لكن لو كان عندك حديقة أو كاعة أرض صغيرة تقدر توسيع مجال زراعتك كما وكيف وممكن دمج شكلين أو أكتر من مجالات الزراعة وتحويل الحضائق لإنتاج خضروات وفاكهة جنب بعض مع نباتات الزينة بأنواعها المتعددة أخيرا الزراعة في المنزل مش رفاهية لكن ضرورة وبتزداد الحاجة لها يوم بعد يوم وتعلمها ما بيجيش في يوم وليلة لكن افتكر دايما أنها بتحتاج للحب العلم العمل الصبر الفهم والأهم هو النية الحسنة عشان يوفق أقرب بالعالمين أحبابي إذا عجبكم المحتوى اللي بنقدمه يمكنكم دعمنا لمواصلة إنتاج الجديد عن طريق مشاركة الفيديو بالمحب الزراعة المنزلية شكرا لدعمكم المتواصل دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته